وخلال كلمته استعرض وزير الخارجية بهود مصر الإنسانية منذ بدء الأزمة سواء على المستوى الإنساني أو الإغافية وضع عبد العاطي الأطراف السودانية كافة إلى إعلاء المصلحة الوطنية للسودان الشقيقة وإنني أدعوكم ومصر تدعوكم وتناشدكم وتناشدكم الله أن تعلو جميعا مصلحة السودان ومصلحة الوطن السوداني وأؤكد لكم أن مصر ستظل دائما وأبدا داعمة للجهود الساعية لعودة الاستقرار للسودان الشقيق ونتمنى دوما وأبدا التقدم والإزدهار والرفعة للسودان العظيم ولشعبه الكريم الشقيق